السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هذه اللبشة. تم الانتهاء من كامل عمل حداثة اللبشة بشكل كامل. ثم يأتبع ذلك تركيب اللي هو شريط ما عنا فاضيه. هذا ما حتى متيزة الكيكر. طبعا وشو الكيكر هذا? الكيكر ذكرته انه اصب جزء من القدار داخل اللبشة. يعني عندنا هذه القاعدة اللبشة اصب جزء من القدار الذي يتمثل منطقة الضعف. لها عدة ايش? الفائد الاولة. انه اصب جزء من الواترسطوب بيكون مغمور داخل الخرسانة. اغمر نص الواترسطوب او نص الادفاع داخل هزنا. اشياء الثاني اللي كي اتخلص من منطقة الضعفة اللي هي منطقة التقاء القدار مع الارضية. لذلك انا اتخلص من هذه المنطقة عن طريق صب الجزء الضعيف او الجزء الحساس من التقاء القدار مع عرضية اللي هي الزاوية. طيب هذا الكيكر اللي هو اللي سبعة سانتي جزء من القدار ينصب سبعة سانتي يتم اسقاطه على اللبشة تمامة كما اللحظ هنا هذا الاسقاط. يعني الان انا اتعامل مع القدار كأنه هيش عمود. كأنه عمود وعليه قدار بلوك خلاص. هذا هذا قدار غرفة. يعتبر. يتم تأكيسه عن طريق اللي هو اللي يعني اتعامل معه كأنه قدار. كأنه قدار غرفة او او محاور اعمدة. يعني اخذ الزاوية وتأكدنا التربيع المسافة من هنا تزاوي هنا ايضا الزاوية تكون قائمة على حسب المخطط. وتم التأكد من اي من ان يكون طرف الكيكر او النجار هذه تكون على طرف القدار او الخط الذي تم اعمل عن طريق الجهاز المساحي اللي هو طرف الطرف القدار من اه جوا وايضا من المبرع وتكون السماكة اللي هو هذي سماكة القدار اللي هو خمس وعشرين سانتي خلاص هذا جزء من القدار انصب حتى يتم عاملة التسليح في الجزء هذا السبعة سانتي يعني كأنه قدار خلاص يعمل له برندات كأنه جزء من القدار تماما. وشكرا. ترجمة نانسي قنقر